السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طالبات وطالبات معدفاني طمريد جامعة بنها أهلا وسهلا بكم إن شاء الله هنبدأ مع بعض أول محاضرة في كورس الأبستاتريك أنت جاينيكولوجي هيكون معيكم دكتورة مي محمود حسن مدرس بقسم طمريد صحة المرأة والتوليد كلية الطمريد جامعة بنها عنوان المحاضرة Anatomy and Physiology of Female Genital Tract General Objective At the end of this lecture the student should be able to acquire essential knowledge related to internal and external female reproductive organs Specific Objectives Explain the structures of female reproductive organs Illustrate external and internal reproductive organs Recognize the difference of uterine ligaments طبعا في الأول لازم نعرف إيه هو reproductive system أو reproductive organ Reproductive organ organ of the female دي المسؤولة عن copulation والfertilization مسؤولة عن growth and development of the fetus هو الجهاز المختص بكل ما يتعلق بالتزاوج بالتخصيب بالنمو وتطور الفيتس أو الجنين لحد ما بيخرج للحياة طيب الفيمير reproductive system بيكون من حاجتين soft tissue وبوني بلبس البوني بلبس اللي هي عزام الحوض بتاعتنا تمام؟ دي الحاجة اللي هي الخاصة بالعضم إنما في حاجة تانية اسمها soft tissue والsoft tissue دي بنرجع نقسمها تأسيمة تانية وهي female external organ اللي هي الأعضاء الخارجية وال female internal organ female external organs دي أنا بسميها vulva بنسميها اسم تاني اسمه vulva ودي الحاجات اللي هي بتكون outward موجودة برة كده وشايفينها زي ايه؟ عندنا زي ما هو موضح بالصورة عندكم عندكم المونس بيوبس المونس بيوبس اللي هي المنطقة اللي فوق اللي فوق العضمة بالضبط بعد كده الليبيا major اللي هي اللي شبه الليبس دي الكبيرة بعد كده الليبيا minor والكلتوريس النقطة البيضة اللي فوق والبستبيول وهو الشكل البيضوي اللي في النص اللي لونه أحمر وعندنا كمان الاكسترنال يوريسرال ميتاس او اللي هي اليوريسرال اوبنينج وكمان عندها الفاجاينا الابنينج والجلاندس اوف البارسلين جلاند دي تبقى حوالين الفاجاينا الابنينج والهايمن الهايمن ده اللي بيبقى سادة فتحة الفاجاينا خلاص احنا هنمسك واحدة واحدة من دول نشرحها دلوقتي عندنا اول حاجة المونس بيوبس او المونس فينرس الاتنين نفس الاسم هي عبارة عن اين هي عبارة عن فاتي تيشو كفر البيوبك بون كلنا عارفين السنفيسس بيوبس او البيوبك اريا دي بتبقى عظمة بيبقى فوقيها فاتي تيشو وفوقيها اللي سكن المغطة بالهير بيبقى فيه هير عليها طيب ايه وظيفتها المونس بيوبس دي هي بتحمي عظمة السنفيسس بيوبس من اي بقى اصابة او خبطة او كده طب ايه اللي بيحصل دورينج الادولسنس مع سن بقى المراقبة والسن البلو وكده ايه اللي بيحصل بيحصل ان يبقى فيه سيكس هورمونز بتبتدي تطلع من البتويتر جلاند عندنا وبتبتدي تحفز الجروس او البيوبك هير يبتدي بقى اللي هو الهير اللي موجود في منطقة السنفيسس بيوبس دي او البيوبك اريا بيبتدي انه هو يطلع ويغطي لي المونز بيوبس كلها تمام الهير ده لا هو بقى مش كله حاجة واحدة مش كل الناس نفس الامونت ونفس الكالر ونفس السيكس ونفس وممكن يبقى كيرلي او مش كيرلي على حسب ممكن يبقى مجاعد يبقى خشن كميته كبيرة قليلة اللون يختلف السيكس تبقى سيك او سن بتختلف من فيميل فيميل طبعا بعدك عندي الليبيا ميجور الليبيا ميجور دي بنسميها الاوتر لبس ليه سميناها كده اين هي شبه اللبس شبه الشفايف تمام هي الاوتر لبس الخارجية عبارة عن ايه برضو two folds of fat برضو فيها كمية من الدهون طبقتين كده من الدهون وفيها برضو اريول التشو طيب متغطيها بالسكن والبيوبان هي البيوبكير على الاوتر سيرفز بتاعها تمام طيب بتبتدي من ايه اللي فين بتبتدي من عند المونس فينريس دي ان بدايتها وتمتد تنزل تنزل لحد ما تبدأ تندمج مع بعض تاني في البرينيوم منطقة البرينيوم خلاص البرينيوم دي المنطقة اللي تحت خالص اللي مابين الباجينا dioبنين ومابين ال اينس فاتحة ال اينس هي دي بنسميها منطقة ال برينيوم طيب ايه وظيفة الليبيا ميجور بتعمل بروتكت بتحمي ايه الفاجينا الوبنينج واليوريسرا الوبنينج فتحة الفجاينة وفتحة اليوريسرا هي دي اللي بتحميه مقافلة عليهم تمام طيب الليبيا ميجور دي بتماثل ايه عند الميل بقى بتماثل او بتبقى شبه او نفس وظيفة تمام الليبيا مينورة الليبيا مينورة دي بقى اللي هي من اسمها هي بقى اظهر شوية دي بتكون عبارة عن ايريكتايل كنك تبتشو عنسجة ضمة كده وسهل استصارتها وبيبقى لونها دارك وبيحصل لها اثناء السيكس والقروزل تمام طيب هي موجودة فين او اللوكيشن بتاعها فين متوين الليبيا ميجور الليبيا ميجور قفل عليها كده او ما بينها خلاص بعد كده بنقول ان هي بتندمج مع بعض من فوق انتيريولي بتبقى الكليتوريس بدقة بالكليتوريس وبرضه بتمتد تنزل 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 لحد ما تبدأ تجمع تاني وعند منطقة اسمها الفورشيت فورشيت طيب الكليتوريس ده عبارة عن ايه الكليتوريس هو هو ده اكتر عض وحساس عند المرأة خلاص او عند الفيميل كمبوزد او نيرفز بلد بيزلز تمام طيب ايه اللي بيحصل له لما بيحصل سيكسوال استيميوليشن بيبتدي بقى انجورجد انجورجد يعني مليان والدم بييجي قوي في المنطقة دي انجورجد وز بلد لذلك بيسموه ان هو الكي اوف سيكسوال بليزر بليزر فور الوومن الكي تو سيكسوال بليزر تو زا وومن طيب الورجن ده بيماثل ايه عند الرجالة بيماثل البي نص الميل بي نص ندخل على البعد كده الفيستبيول الفيستبيول ده بيبقى عبارة عن هو عبارة عن مكان كده شبه عامل شكل بيضاوي تمام بيبقى مبين ايه مبين الليبيا مينور الليبيا مينور مبينها جزء كده الجزء ده بسميه بيستبيول بيحتوي على حجتين فيه الفيجين والوومن وفيه طبعا الاول وبعد كده وهلاقي على الجنبين بتوع الفيجينة سى هلاقي فيه psychology gland Reverse wing gland لاند دي هنشرحها دلوقتي هنتكلم الأول على اليوريسرا الأورفس اليوريسرا الأورفس دي عبارة عن فتحة بتبقى عبارة عن زي التيوب كده وموجودة تحت الكيلوتروس بحوالي 2.5 سنتي بتبقى زي التيوب نص سنتي طولها نص سنتي وبيبقى حواليها برضو على الجنبين قنوات سكين دي اللي هي تعتبر ماشية في الجدار بتاع اليوريسرا تمام طيب الفجاينا الأورفس او برضو اسميها الانترويتس الفجاينا المهم هي فتحة الفجاينا هي دي بتشغل اللي هو التلتين اللي تحت من الفيستبيول هي فيها الفجاينا الأورفس طيب ايه اللي قفلي بقى الفجاينا الأورفس دي حاجة اسمها الهايمين هو سيم مبرين كده بيطقطع امتى او يحصل له تيرينج امتى مع الفيرست سيكسوال انترقورت او دورينج زي بيرز اوفيرست شايل طيب ازاي؟ ده في حالة انه يكون الاستيك او هو الاستيك من نوعية الاستيك وهناخد انواع الهايمين دلوقتي فممكن ما ينزلش مع الفيرست سيكسوال انترقورت وينزل بعد كده مع البرز اوف زا فيرست شايل هنا جايبلك بقى تعريف الهايمين يعني ايه هايمن؟ هو برعان سين سكويمس ايبسيليم دي النوعية الانسجة اللي بيقى منتكون منها اند كونيكتف تيشو بيقفل الفاجين الانترنس بيقفل الفاجين الانترنس في اليونج وومن الست اللي لسه متجوزتش الشيب والصايز بتاعه بيختلف طيب ايه بقى الديفرنشيب بتاعته؟ عندنا انيولار انيولار بمعنى حلقي او دائري دائرة دائرة مدورة بس كده وخلاص او كريسانتك كريسانتك ده الكريسانترك اللي هو بيبقى على شكل هلال هلالي كريب ريفورم ده بيقى متعدد الفتحات فيه اكتر من فتحة وفيه بعض انواع بتبقى اسمها باي باي بيرفوريت برضو بيقى فيه فتحتين تمام؟ وفيه ام بيرفوريت اللي هو مقفول خالص ودي البنت بتضطر ان هما بعد كده يعملونها عملية وبتاعشان المنسترويشن اصلا هتلاقى بتعاني ان المنسترويشن مش بتنزل خلاص يبقى كريب ريفورم كريب ريفورم ده اللي هو فيه متعدد الفتحات تمام؟ الباي بيرفوريت ده بيقى فيه فحتين اتنين والإم بيرفوريت ده مسدود خالص فطبعا البنت بتعوز جراحة يعني بعد كده ده السبتات بيبقى فيه زي حاجز في النص الفيم برييتت ده ده بيبقى هدبي بيقور عليه زي اهداب كده له زي اهداب والإلاستيك اللي هو المطاطي تمام؟ البارسلين جلانز اللي احنا لسه قنا بنقول عليها دي عبارة عن بيروف جلانز مكانها فين؟ على على جانبي الفجاينا الأوبنينج على جانبي الفجاينا الأوبنينج مهمتها ايه؟ او البانكشن بتاعتها ايه؟ ان هي تعمل سيكريت للميوكس عشان اقدر اعمل لبريكيشن للفجاينا الأوبنينج خلاص؟ سواء بقى مع الانتر كورس او مع الليبر اي ان كان ست بتولد او الانتر كورس خلاص؟ طيب بتبدأ تعمل سيكريتشن للميوكس دي امتى؟ مع السيكسوال اكسايتمنت بعد كده عندنا منطقة البرونيوم ولسه قلين ان البرونيوم بتبقى ممتدة من الفجاينا الأوبنينج لحد فتحة الانس مقوناة من مصل وتشو طيب وظيفتها ايه؟ هي ساببورت وسيرراوند لللور بارد أوف اليوريناري انديجيستيف تراكت هي بتعمل ساببورت لليوريناري سيستيم اللي هو اللور بارد وديجيستيف سيستيم برضو اللور بارد بتاعه خلاص؟ وبتقى محوطقهم تمام؟ كمان بنقول ان هي بتكون بري سنستيف للتاتش ليه؟ عشان بيبقى فيها حاجة اسمها نيرف اندينجز نهايات عصبية خلاص؟ وفي حاجة عندنا اسمها إبيزيوتومي الإبيزيوتومي ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن انسيجن انتو برونيوم فتحة بعملها في البرونيوم ده بيكون ديورينج الليبر أو ديورينج مع ساعة الولادة عشان أقدر أوسع الفاجينة الأوبنينج وأقدر أخرج الطفل يبقى البرونيوم هو عبارة عن مصر وتشو بيعمل ساببورت وسير راوند اللور بارتس أوف اليوريناري والديجيستيف تراكت كمان بيحتوي على نيرف اندينجز وده بيخليه سنستيف للتاتش وبيحصل فيه الإبيزيوتومي ده في حالة الولادة عشان أقدر أعمل وايدنينج اللي هي الفاجينة الأوبنينج بساعة الليبر تمام؟ بعد كده كده خلصنا الاخترنال أورجن الفيميل انترنال أورجنز بقى الفيميل انترنال أورجنز هي فين أصلا؟ موجودة فين؟ موجودة في البلفيك كافيتي وسابورت باي البلفيك فلور اللي هي البلفيك ماصلز العضلات بتاعت الحوت بتاعتنا هي اللي شايلالي كل الانترنال أورجن دي عندنا زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدامكم عندنا الأوبري اللي هما الاتنين اللي عاملين زي حبة اللوز الصغرين اللي على الجنبين دول وعندنا كمان الفالوبيان تيوبس عاملين زي الإيدين كده من الجنب وأخيرهم زي الأمع بالضبط وعندنا اليوترس في النص اللي هو شبه الكومتراية تمام؟ وهننزل تحت شوية هنلاقي عندنا الفاجينة تحتيه أول حاجة على الأوبري ايه الشيب والصايز؟ الأوبري ده بيكون ألموند شيب ده شبه حبية اللوز بالضبط نفس الشكل بتاع اللوز والميجرينج بتاعته أو المقسات بتاعته بيكون اللينس بتاعته 3 سنتي والبريتس 2 سنتي والسيكنس 1 سنتي تمام؟ طيب الصيد بتاعها فين؟ على جانبي اليوترس طيب ايه اللي مسكهم؟ ايه اللي مسكهم؟ احنا لو شفنا في الصورة اللي فاتت مش هنلاقيهم كانوا مسكين في حاجة قدامنا لأ هم أتاتشت to the back of the broad ligament البرود ligament اللي هو ماسك اليوترس هم مسكين فيه من وراء وبيبقوا قريبين من الفمبريتد اند وفي الفالوبين تيوب مش هنلاسى إليه ان فيه قمع كده في الفالوبين تيوب نهايات عاملة زي الفينجرز زي الصوابع هي قريبة منه جدا وممسوكها من وراء كويس بالبرود ligament طيب عايزين نعرف ايه اللي بتاع الاوفري بتكون من ايه؟ مش هنتعمق فيه قوي بس تبقوا عارفين انه هو بيتكون من ثلاث اجزاء اسمه الهيلم والمضالة والكورتيكس الهيلم ده هي الاريا وهورها لكم على صورة دلوقتي اريا كده هي المسؤولة ان الاوفري يتصل مع الميزوفاريام اللي هي الجزء من البريتونيان برا فمن خلاله نقدر بقى البلود فيزلز راحة جاية والنيرفز يعني هو ده اللي متصل بقى بالدم وبالاعصاب وكده هو ده المختص ان يوصل كل ما يحتاجه الاوفري من بلود او من حاجة خاصة بالنيرفز طيب الميضالة الميضالة هي عبارة عن كونيكتف تيشو وبرضه نشوفها في الصورة وبيبقى حواليها جزء اسمه الكورتيكس الكورتيكس ده بقى هو ايه؟ هو الفانكشنينج بارت اوفري هو ده اهم جزء عندي في الاوفري اللي هو شغال على انه ينتج للأوفم هو الله يطلع للأوفم البوايدة تمام؟ بيبقى بيحتوي على الاوفريان فوليكلز في حواصلات كده اسمها اوفريان فوليكلز ليها ستيجز كتير من الديفلوبمينت مش هنتعمق فيها بس لازم تبقى عارفين ان هي المسؤولة عن انتاج الاوفم وهي ده الفانكشن بتاع الاوفري يبقى اللي هي يعمل بروديوس للأوفم وكمان بيعمل بروديوس للهرمونات بتاعة الحمل اللي هي الاستروجين والبروجسترون اهو عندنا في الصورة هنا لو شفتوا فوق الجزء البني ده هو الميضلة اللي في النص ده هو الميضلة تمام؟ وحواليه الكورتكس هول والجزء الاصفر ودحت خالص الهيلي ما هو ده اللي واصل الاوفري بكل ما يحتاجه بقى من البلاد بيزلز والنورفز والكلام ده هندخل هنا لو خدنا الكورتكس الوحدها كده وعملنا فيها مقطع وحبينا نشوفها تعالوا من عند الشمال كده اهي البرائمري فوليكل جروينج فوليكل وهتبتدي تكبر تكبر لحد ما هتبقى ماتيور فوليكل وحواليها فليويتس وبعد كده يحصل الاوفيوليشن الاوفيوليشن اللي هو التبويض اللي هو التحرر البوايدة انها تخرج ببرا الفوليكل وبالتالي هيبقى عندي امبتي فوليكل تتحول لحاجة اسمها الكوربس ليتيم والكوربس ليتيم بعد وقت يبدأ يحصل له ريجريس يختفي تمام؟ ويبدأ يعيد القرى من تاني ان ينتج البوايدة من اول وجديد ثاني حاجة عندنا اللي هي الفالوبيان تيوب او بنسميها اليوترين تيوب هي عبارة عن هولو سايلندر يعني عبارة عن زي ستوانة مجوافة من جوة طولها حوالي عشرة سنتي طيب الصيد بتاعها منين؟ هي يعني ايه الكلام ده؟ يعني هي ماشية من الزاوية بتاعة اليوترس اليوترس اللي هو شبه الكوميترية ده هتيجي من عند الصب انجل او الابر اوتر انجل وهتبتدي تمشي فيه جنبين بتوع اليوترس لحد ما توصل للايه؟ للاوفري كمان؟ بنفس الشكل اللي انتش رايفينه في الصور طيب الستراكشر بتاعها ايه؟ هي ليها 4 بارتس اربع اجزاء مهمة جدا اول حاجة عنديها الانترستيشيال بارت والاسمس والانبولاري بارت والانفاندبيولام طيب الانترستيشيال بورشن ده يا جماعة الناروست وشورتست بارت ده جزء دي قوي وقصير قوي حوالي 1 سنتي لونج و1 ملي وايد وده بيبقى within the wall of زيوترس يعني داخل كده مع الجدار بتاع الرحم جزء صغير قوي نيجي على الاسمس هو برضو نارو بارت كورد لايك هو شبه شبه الحبل كده ورفيع بيبقى اولي 2 سنتي الانبولاري بارت دي الوايدر بورشن دي اوسع جزء من الفالوبيان تيوب ليه هي اوسع جزء؟ لانه بيحصل فيها الفيرتلايزيشن بيحصل فيها ان السبيرم والاوفم يتقابلوا في المكان ده ويبدأ يحصل الفيرتلايزيشن عشان يكونني الامبيريو بقى اللي هيبقى بعد كده فيتس والستة هتبقى بريجنانت تمام؟ طولها قد ايه؟ 5 سنتي اخر حاجة اللي هي الانفاندبيولام انفاندبيولام دي يعني عبارة عن فيونل شابد فينجرد اند دي عبارة عن حاجة شبه الامع بالزبط وفي نهايتها بيقى فيه الفمبيريا اللي هي شبه الصوابع الفمبيريا دي بيبقى فيه واحدة منها elongated واحدة منها بتبقى طويلة وقريبة قوي من الوفري علشان تبدأ تعمل قتاش منت مع الوفري وتجيب الوفم هي اللي تعمل قتاش منت للإيه؟ للوفم طيب ايه الفانكشن بتاع الوفري سوري الفالوبيان تيوب سوري اول حاجة انه هو serve as busway for the ovum to zeutras هو يعتبر الطريق للوفم من اول الوفري لحد ما توصل لليوترس او انه هو هو المسؤول انه يعمل pick up للوفم يلتقد الوفم وتمشي عن طريق الاهداب اللي موجودة في الفالوبيان تيوب لحد ما توصل لليوترس تاني حاجة receive receive اللي جاية اللي جاية من الميل هو اللي بيقابلها برضو علشان تيجي عند ويبتدي يحصل تالت حاجة تالت حاجة تالت حاجة هنه نعمل نتكلم عليه بيحصل في والويدر بارت اللي هو اسمه تمام نتكلم بقى على اليوترس او كل حاجة عندنا في الغالب هتلاقي لها اسمين لازم تبعارفين الاتنين عشان ما تطلق بطورش هو عبارة عن يعني شبه الكومترية يعني عبارة عن عضو عضلي مجوف من جوه مجوف وبيبقى الجدار بتاعه سميك الصيز بتاعه بالنسبة لانه اللي بارة الست اللي هي ما ولدتش قبل كده بيكون تلاتة انش لونج اتنين انش وايد وان انش سيكنس طبعا الانش او البوصة بتبقى اتنين ونص سنتي فرما تجي تحسبوها هتلاقي ان اللونج بتاعه سبعة ونص سنتي ونقسمهم دلوقتي خمسة سنتي للبودي واثنين ونص سنتي للسيرفيكس تمام عشان ما تتلغبطوش يجي سؤال بيه السنتي هو بالانش تبقى عارفين بتحوله ازاي من الانش للسنت البوزيشن بتاعه اليوترس موجود فين جوه الفيميل في الحوض بتاعنا موجود في النص يعني يعني الرحم هو في النص بس مايل شوية مايل شوية يمت اليمين وليس ديكسترو 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 يبقى هو تزحزح من مكانه ما بقاش في السنتر تزحزح من مكانه راح على يمت اليمين لأ دي غلط وممكن توقعكه في اسئلة فلا هي ديكسترو روتيشن يعني بس يا دوبة ما حوط شوية يمت الريت سايت فبالتالي لما الرحم هيحوط شوية يمت الريت سايت هلاقي ان الليفت كورنوا الكورنوا دي اللي هي الزوايا اللي قلنا فوق في الرحم الليفت كورنوا هلاقيها بقت انتريور لي زي الريت بقت موجودة قدام شوية اكتر من اليم اليم خلاص بعد كده لما اجي اقولك بقى طب قوليلي البوزيشن بتاع اليوترس هتقوليلي ايه انتي فورت انتي فليكست ده الميديكال ترمونولوجي اللي هنقوله على الاناتوميكال بوزيشن اف زي يوترس اسمه ايه البوزيشن بتاع اليوترس يعني اليوترس بتاعنا يا جماعة بيبقى عامل زاوية زاوية حوالي تسعين درجة يعني انا عندي اليوترس انا بشوف اللونج اكس اللي هو المحور الطولي بتاع اليوترس مع المحور الطولي بتاع الفاجين هلا ايه عامل ازاي تسعين درجة احنا اليوترس بتاعنا مش اللي هو موجود فوق والفاجين نازلة تحت مستقيمة لأ. لما هنيجي سور تاني هوضحها لكو تاني دلوقتي هنلاقي ان اليوترس بتاعنا عامل انتي فرجن عامل زاوية تسعين درجة مع الفاجينا وانتي فليكسد يعني عامل زاوية حوالي مية وستين درجة مع السيرفيكس. تمام? طيب بتاع اليوترس مكونات اليوترس او اللي موجودة في اليوترس ايه هي? اول حقيقة اننا الفندس اللي هو porque جدا تضمت ابرول اللي هو عبارة عن قبة. القبة اللي فوق دي هي الفندس. تمام؟ وبتبقى موجودة ما بين الانسيرشن او التو انسيرشن او الفالوبيان تيوبز. المدخل بتاع الفالوبيان تيوب كده وهو داخل هي ما بينهم. خلاص? بعد كده عندنا البادي اوف اليوترس. البادي اوف اليوترس اللي هو تلتين اليوترس من فوق. الابر توسيرس او زايوترس. هو ده او اكبر جزء منليوترس هو البادي. تمام؟ وعندنا الكافيتي. الكافيتي هي اللي مبين الانتريور الده معنا قلنا البادي ده عباره عن ايه نقولنا انه هو من جوه بقى هي مجوفة من جوه فاضية من جوه في حاجة جوه اسمها ما بين الانتريور والبستيرير والي جدار الامامي والخلفي اما الكورنوة الكورنوة هي هي الزوايا الخارجية عند اليوترس اللي فيها بيبتدي يحصل بتبتدي الفالوبين تيوب بدبقى مسكف اليوترس عن طريق الكورنوة. تمام? هننزل تحت شوية هنلاقي عندنا الاسمس. الاسمس ده عبارة عن نارو ايريا بتوين الكافيتي والسيرفيكس. الكافيتي والسيرفيكس. طولها حوالي قد ايه? سبعة ميلي. وظيفتها ايه? ان هي بتيجي ساعة البرجنانسي او ساعة الحمل بيبدأ يحصل لها enlargement وتكبر وتكون لي حاجة اسمها lower uterine segment. هتعرفوه لما نيجي نشرح normal labor باذن الله. اللي هو روترين سيجمس وده بيساعد في عماية الولادة بعد جدا. آآ ندخل على النقطة اللي بعدها اللي هو السيرفيكس. السيرفيكس هو البارد بيلوز اسمس. هو جزء تحت الاسمس حوالي وان انش. الانش قلنا اتنين ونص سنتي. يبقى هنا عندنا السيرفيكس اتنين ونص سنتي. اما البادي خمسة سنتي. يبقى طول كله سبعة ونص سنتي. شكله ايه? سايلندريكال انشيب. برضو شكل اللي استوانا. النص الفقاني. الابر هاف بيبقى موجود ابوف الفاجينا. فوق الفاجينا اللي احنا يسا هنشرحها. تمام? وبالتالي بسميه سبرا فاجينا البارد. سبرا فاجينا البارد. اما اللور هاف النص التحتاني بقى. هاجي عند الانتيرر وال اللي هو القدار الامامي وهلاقيه داخل جوه الفاجينا. فبسميه فاجينا البارد. بنعندي السيرفيكس بينقسم ليه جزئين. في سبرا فاجينا البارد. وفي فاجينا البارد. بعد كده هنلاقي الانتيرنال قص. الانتيرنال قص دي عبارة عن نارو اوبنينج ما بين الاسمس والسيرفيكس. يعني موجودة قبل السيرفيكس على طول. الانتيرنال قص برضو هي عبارة عن اسمول اوبنينج. دي بتبقى ايه? as the lower end of the cervix. تحت السيرفيكس على طول. بس السيرفيكس عندي هنا محاض بفتحتين. الانتيرنال قص فوقي والاكستيرنال قص تحتي. تمام? تمام. طب ايه بقى الفونكشن اوف اليوترس? ايه بيعد نفسه لهذه العملية. كل شهر يبدأ يجهز في الاندومتريام بتاعته ويزبط الدنيا على اساس يجي له فيتس ويجي طفل جواه ما يجيش. فبالتالي لما ما بيبقاش في حملة بيبتدي يحصل المينسترويشن اللي هو الشيدنج اوف الاندومتريام تبتدي تنزل في صورة بلود شهريا وهي دي الدورة الشهرية او المينسترويشن. فلزلك ساعة ما بيحصل بريجنانسي ما بيبقاش في مينسترويشن. خلاص. هيحافظ بقى على نفسه يحافظ ويعمل شيلتر للفيتس. هيقوى بقى الطفل جواه. الريليشنز. يعني ايه الريليشنز? الريليشنز اللي هي العلاقات. انا عايز اعرف علاقة اليوترس بالجرانو. عايز اعرف مين جاره. مين جاره اللي جنبه اللي قدامه اللي وراه اللي تحته اللي فوقيه. تمام? انتريور ليه انتريوري. جاره اللي قدامه. مين اللي قدام اليوترس على طول? البلادر. posterior هيبقى l-rectum اللي وراه على طول l-rectum طب مين جاره اللي تحت l-inferior هي l-vagina جاره اللي فوقي اللي هو l-superior هيبقى l-intestine الامعاء اللاترول بقى الجيرانه بقى اللي على الجانبين بقى على اليمين وعالشمال ايه اول حاجة عندنا اللي هو broad ligament اللي هي الاربطة اللي مسكة اليوترس والفالوبيان تيوبس والاوفري بكده انت عارفت اليوترس ايه اللي فوقيه وتحتيه وفي جنبه وقدامه ووراه تمام هي دي نقولك ال-relations اللي حوالين اليوترس ال-layers بتاعت اليوترس اليوترس عندي مقوم من ثلاث طبقات endometrium, myometrium berimetrium endometrium, myometrium berimetrium endometrium من اسمها هي الجزء الداخلي هي المبطنة للرحم من جوه تمام؟ عبارة عن ايه؟ عبارة عن سيمبل columnar epicylial tissues برعان انسجة من ال-epicylial tissues بتكون عمودية وفيها exocrine glands وفيها خلايا وفيها connective tissue highly vascular كمان فيها قوية دموية كتير طيب ايه فائدة ال-endometrium؟ ان هو بيحصل change في sickness بتاعها على حسب الميستير ورسايكل انا فين في الميستير ورسايكل دلوقتي هتبقى sickness ولا sin ولا خلاص الميستير ويشن وهيحصلها shedding وهتنزل كلها تمام؟ طيب ده في الميستير ويشن لو ما حصلش ميستير ويشن وحصل pregnancy وظيفتها ايه ال-endometrium ان هي بتعمل support to the developing embryo الطفل بقى اللي جوه والفيتاس يعني هي اللي بتعمله support بقى during pregnancy الطبقة اللي بعدها اللي وراها على طول اسمها myometrium myometrium من اسمها هي muscles myo muscles يبقى دي عبارة عن muscles اللي موجودة في اليوترس وبتبقى sick وهي هي sick في ال-upper part وفي اليوترس بس لما تيجي تنزلي تحت شوية عند الاسمس والسيرفيكس هتلاقيها شبه ما فيش خالص نشي سمكها بيقل خالص الدرجة انها ممكن تلقاش موجودة عند الاسمس والسيرفيكس لازم تعرفي ان المايومتrium بتكون من 3 طبقات مش هنتعمق فيهم قوي بس تبقى عارفة ان هو outer middle inner outer دي بتبقى longitudinal يعني طولية والmiddle oblique oblique يعني بتبقى جاية بالورب والinner بتكون circular circular دائرية تمام البريمتrium كلمة بري لما بتلاقيها في اي حاجة معناها حولة بريمتrium يعني ايه حولة اليوترس هي دي بقى ايه اللي مغلفة بقى اليوترس كله بس هنا ليه بنقول عليها double cirrus membrenus double لانها اول حاجة بتغلف اليوترس الاول وبعد كده بتبطن بقية البريتونية الغشية البريتونية بتاعنا اللي في البطن ده هي مغلفة البريمتrium تمام يعني هي محوطة اليوترس وفي نفس الوقت هي الطبقة الداخلية للبريتونية في الصورة قدامكم زي ما انتوا شايفين ده السترقشر بتاع اليوترس فوق اهي القبة اللي احنا قلنا عليها دي بنسميها الفاندس الزاويتين اللي هنا اللي على اليمين وعلى الشمال الفالوبيان تيوب متصلة باليوترس من خلالهم بنسميهم الكورنوا هنا الجزء الابيض الفاضي هو ده اليوترين كافتي اللي ما بين الانتيري والفستيري والوال اف زيوترس بعد كده عندنا البريمتريم اهو اللي هو برة خالص وفي نفس الوقت بيكمل ويبطن كل الغشية البريطوني بتاعنا والمايومتريم اللي في النص اللي هي طبقة العضلات والاندومتريم هي الطبقة اللي جوه خالص دي والسيرفيكس تحته تمام طيب هو اليوترس بتاعنا ايه اللي ماسكه جوه ايه اللي مسبته اليوترين سببورت في حاجات عندي عملاله سببورت من فوق بسمية الابر يوترين سببورت وفي حاجات من النص اللي هي الميد اليوترين سببورت وفي حاجات من تحت اللي هو اللور يوترين سببورت الابر يوترين سببورت ده بسبب النورمال ايفي ايف بوزيشن ايه ايفي ايف بوزيشن اللي هو الانتيفورت انتيفليكس ايه بوزيشن اللي احنا واخدينه لسه قلنا النقطة دي الابر يوترين سببورت بسبب الزوايا اللي هو عاملها مع الفاجينة ومع السيرفيكس وما مش نازلين مستقيمين مع بعض لا ده اليوترس عامل زاوية مرة مع السيرفيكس 160 درجة ومرة مع الفاجينة 90 درجة وده اللي مخليه ميل كده على البلدر من قدام وده عامله سابورت من فوق طيب الميد اليوترين سابورت ايه اللي مسكه من النص الليجمينس بقى الاربطة مربوط مربوط بايه بقى في الكاردنال لجمينت وده مسكه من الجنبين اللاترال سيرفيكال لجمينت بنسميه اللاترال سيرفيكال لجمينت ده مسكه من الجنبين كلمة لاترال يعني جانبي اليوتيرو ساكرال لجمينت اليوتيرو وساكرال اليوتيرو ده اللي هو اليوترس وساكرال اللي هي الساكرام عظمة الساكرام اللي وراه صح؟ فيبقى ده عبارة عن البوستيريور سيرفيكال لجمينت ده اللي مسكه من الخلف بوستيريور يعني الخلف وعندنا كمان البيوبو سيرفيكال لجمينت البيوبو اللي هي البيوبك اريا والسيرفيكس اللي هو في اليوترس فإلي ماسك بقى السيرفكس بيوبئك إريا هو الأنتيريول سيرفايكا ليج Reyóst مسكه من قدام طيب كده من النص بعرفنا إيه لي масكه من فوق وإيه لي масكه من النص إيه لي масكه من تحت بقى وإيه لي عمله ساببورت اللور يوترين ساببورت هو البلفك فيالور موسلز المعضلات بقى بتاعت البلفك بتاعنا هي اللي يسنده من تحت يبطينا عندي لوytyرين ساببورت تلاتة الأبر والميدل واللور يوترين سابورت نيجي للفاجاينا الفاجاينا هي عبارة عن فايبرو ماسكلر قانيل هي قاناة كده مقوناة من الفايبرو ماسكلر وبتبقى متبطنة من جوه بحاجة اسمها نون كريتانايزد ستراتفايد اسكويمس إبيسيليم نوع من أنواع الإبيسيليم بيبقى مبطن الفاجاينا من جوه الصيد بتاعها الصيد بتاعها فين؟ المفروض نيجي تحت السيرفيكس بس لما نيجي نشوفها على الصورة عندكم هي بتمتد extend upward and backward from vestibule to the cervix لما نيجي الvestibule اللي هو كان في الexternal برة خالص من الvestibule بتمتد فوق upward طالع الفوق اهيه وبعد كده بتبقى backward للخلف عشان توصل للسيرفيكس لأن احنا قيلين أن عندنا اليوترس اللي هو عبارة عن البادي والسيرفيكس عاملين زاوية 90 درجة مع الفاجينا فلازم بعد ما يطلع يحوض لورا backward عشان يوصل للسيرفيكس خلاص يبقى extends upward and backward from the vestibule to the cervix الصيد بتاعها عبارة عن ايه؟ احنا هنا في الفاجينا بالزاد احنا بنشوف كل والي واحده فيه عندي anterior وال اللي هو الجدار الأمامي والبستيريور وال الانتيريور وال برضه بسبب البوزيشن بتاع اليوترس هو اللي عامل لي الموضوع ده الانتيريور وال بيبقى حوالي 3 انش او 7 الـ 8 سنتي البستيريور وال حوالي 4 انش او من 10 الـ 11 سنتي تمام طيب ايه وظيفة الفاجينا الفاجينا هي عبارة عن البستجوية فورزا منستيروال فلو البنت او الست رما ييجي المينستيرواشن هتعدي منين او هتخرج منين عن طريق الفاجينا ثانية حاجة ان هي receive البيناس والسبرم during sexual intercourse خلاص هي اللي هتقابل الاسبرمس اللي جاية الحيوانات المنوية ثالث حاجة تعتبر birth canal during the labor هي قناة الولادة الطفل هيخرج منين تمام وبيقولك the help of two parselian glands become lubricated during sexual intercourse اثناء sexual intercourse بيحصل لها lubrication اللابريكيشن ده جاي لها منين لو فاكرين من البارسلين جلاند اللي موجودة حوالين الفاجينا الأورفس او الفاجينا الأوبنينج تمام الفاجينا الفلويد بقى دي اني بيه ملحوظة يعني لازم تبقى عارفين ان الفاجينا الفلويد ده ده بيبقى strongly acidic بيبقى حمدي حوالي 4.5 البي ايتش بتاعته 4.5 وان الفاجينا الوول بيبقى pink لونه pink وبيبقى فيه من جوة small fruits اهي زي ما بينا في الصورة folds small folds بسميها الروجة الروجة دي او التعريك دي ايه وظيفتها انها بتساعد الفاجينا الوول ان يحصلوا stretching يا اما during intercourse او during child birth اللي هي الولادة اتمنى ان شاء الله تكونوا استفادتم من المحاضرة وبالتوفيق باذن الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة